اشتركوا في القناة الساقطات الثلجية أيضا في كسرة في مكثر من ولاية سليانة وبساقية سيديوسف من ولاية الكاف والمؤشر الإيجابي هو الغيث النافع اللي كان حاضر بدرجة أولى في مناطق الشمال والأمطار اللي كانت متفرقة بالوساطة ومحليا بالجنوب كل عادة مش قدموكم فكرة حول كميات الأمطار المساجلة والبارحنة على أمطار بكمية همه وصلت إلى 50 مليمتر بفرنانة من ولاية جندوبة من بين 7 إلى 38 ببكريم من ولاية نابل على كمية في ولاية بن زرد كانت 23 مليمتر بمتر نفس الشيء في ولاية الكاف كمية تروحت من بين مليمتر 22 في سيدي برويسة وبالكريم من ولاية سليانة بالنسبة لقيم تونس الكبرى الأمطار وصلت إلى 20 بمرناق من بين 11 إلى 18 بعمدون من ولاية باجا كمية لم تتعدى 9 مليمترات في ولاية زغوان أمطار كانت متفرقة في ولاية سوسة من مليمتر إلى 8 أقل نسبيا في المنستير بكمية كانت في أغلبها من بين مليمتر إلى 4 مليمترات أمطار كانت محليا في ولاية تيكبلي بكمية لم تتعدى 3 مليمترات وتقريبا كمية كانت من بين مليمتر المليمترين في القسرين في القيروان أمتار في شكر ذات لم تتعدى المليمتر الوحيد بالمهدية وبجابس جديد في تقصي اليوم هو تسجيل تراجع في درجات الحرارة وأرقام تعتبر مغيرة تماما ومعادلات عادية لتميزة العشرية الأخيرة لشهر مارس درجات حرارة ظهرا اليوم كانت في مستوى التسعة بالمرتفعات الغربية لبلادنا أرقام تروحت من بين 11 إلى 14 في بقية ولاية الشمال ولوسط وقيم الحرارة كانت من بين 16 إلى 20 جنوب البلاد بميزة تقصي اليوم شوفوا مكر عادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء وظهور صحبة أحيانا كثيفة في مناتق شمال ولوسط ونرفقتها أمتار متفارقة وممكن فترات الصح وهي لميزة مناتق الجنوب المواشر والطلب منها نصيب المتابعة هبات رياح لقوية في المناتق السحلية نتيجة لنشاط منخفض لضغط الجوي متواجد جنوب إيطالي هو ليساهم في هبات رياح في أغلبها شمالية غربية سرعتها وصلت إلى مستوى 60 في شكل هبات واتباعا لذلك تحذيراتنا كانت نسبيا متواصلة بالنسبة للملاحة وصيد البحري الليلة قد نشهد نزول بعض الأمطار المحلية من حين لآخر بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب أجواء تعتبر نسبيا شديدة البرودة بالمرتفعة الغربية وانتتراوح الأرقام الليلة من درجتين إلى 6 درجات وقد تكون من بين 8 إلى 13 في بقية مناطق بلادنا وهبات ريح لقويه اللي ما زالت الطالب مننا نصيبنا الليقظة في المناطق السحلية اتباعا لذلك البحر يتواصل شديد الاضطراب الهائش في كافة المجالات البحرية يوم الغد إن شاء الله ضعف تدريجي في فعالية التقالبات الجوية بعض الأمطار تبقى ممكنة في مناطق الشمال الغربي في معدى ذلك معشرات السحو بيشكون حاضرة في بقية الولايات ظهور مجموعة مصحوب العابرة والي قد تكون أكثر كثافة في عدد من معتمديات الشمال كل عادة نقدموكم قراءة تفسيلية لدرجات حرارة قصوى المتوقعة في مختلف ولاية البلاد بتونس الكبرى قد نساجلوا 15 14 في جيهة الوطن القبلي 13 في زغوان 14 في بنزرت في مناطق الشمال الغربي درجات حرارة ظهرا تكون في حدود 14 في باجة 16 في جندوبا 13 بيسليانة و12 درجة بالكاف بمناطق الوساط نتوقع تزييل 11 بتالة أعلى نسبيا بالقيروان وينتوصل إلى مستوى 17 بجية الساحل بسوسة 16 15 في المنستير 16 في المهدية بيسفاقس ويبوزورقارقنا درجات حرارة ظهرا في حدود 17 نفس الشيء في سيليبوزيد وأقل نسبيا في القاسرين 15 درجة وفي مناطق الجنوب الغربي درجات حرارة تتوصل في حدود 19 في جافسة قد تسعد مستوى 22 في توزر 21 في كبلي 20 بيجابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربا نتوقع تزييل 19 19 في مدين 18 بتتوين و19 برمادة بالنسبة للملاحة والصيد البحري تحضيراتنا بشتبقى نسبية متواصلة ريح في أغلبها شمالية غربية بكافة المجالات البحرية بالشمال تتراوح سرعتها من بين 25 و 35 عقدات تصل محاليا إلى 40 وتتجاوز الـ 50 في إشاك الهبات والبحر يكون شديد الاضطراب إلى أجوة بالسواحل الشرقية للبلاد وصولا لخليج جاب السريح تكون سرعتها من بين 25 و 35 عقدات تتقوى تدريجيا لتكون من بين 30 إلى 40 وتتجاوز الـ 50 في شكل الهبات والبحر يكون هائش ومحليا شديد الهيجان كالعادة قدموكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية نوكشت 29 درجة تقسي يكون مشمس بالدر البيضاء 21 سماء صافية بالزائر 18 مؤشرة نزول الأمتار متفرقة بترابلوس مع درجة حرارة ظهران في حدود 15 درجة حرارة نسبيا مرتفعة بالخرطوم 43 نتوقع ظهور بعض أصحاب في القهرة مع تزيل 30 ظهرا بالبقاء المقدسة في المدينة مناورة 39 في مكة المكرمة تقسي كونسافي في الدوحة 32 بأبوظبي 32 بمسقط بالكويت 29 مؤشرات الأمتار في بغداد 31 درجة وفي الشرق الأوسط نتوقع تزيل الأمتار في دمشق 22 درجة 26 في بيروت 28 بالقدس الشريف مع ظهور بعض أصحاب تراجع درجة حرارة إلى مستوى السبع بإسطنبول مع نزول الأمتار وبأوروبا برما نتوقع سماء صافية 14 درجة بعض أصحاب بفيينة 9 ببرلين أجواء مغيمة جزئيا أصحاب عبرة في أمستردان في بريكسيل في بيريز 14 12 بجناف 15 في مرسيليا وبيشبه الجزيرة الأيبيرية 19 في مدريد و21 درجة بلاشبونة تطور الوضع الجو خلال أيامات القليلة القادمة تكونوا معنين بعودة الأجواء الرابعية والهدوء النسبي بعض الأمتار تبقى ممكنة في عدد من المناطق السحلية الشمالية وبأقصى الشمال في معدد ذلك ظهور مجموعة من السحاب العبرة تراجع متوقع في فعل الرياح إلى مدونة 40 كم في الساعة تبعاً لذلك البحر يكون متموج إلى مضطرب ودرجة حرارة قصوى تكون من بين 14 إلى 19 درجة بالشمال والوسط وعلى نسبياً في الجنوب وإن تتراوح من بين 18 إلى 22 درجة خلال يوم الخميس تكونوا معانيين بتراجع سرعة الرياح إلى مدونة 25 كم في الساعة الرياح في أغلبها من مياه قطاع الشمال بالشمال الشرقية بالوسط وبالجنوب تبعاً لذلك البحر يكون قليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية وقد يكونوا معانيين بظهور بعض أسحب وليتكون أكثر كثافة في عدد من معتمدية الشمال مع ارتفاع طفيف متوقع في درجة حرارة ببعض الولايات معيدة شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السادسة وثمنتاشين دقيقة وغروبة في الساعة السادسة واربعة وثلاثين دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات تنذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمهد الوطني للرسل الجوي موقع الويب ترو وميتيو بونتيان الموازع الصوتي وتنجم تتفعل معنا من خلال صفحة فيسبوك الخاصة بالمهد أوقات صلاة بمدينة تونس اليوم الغد سالة صبح بداية من الرابعة وخمسين دقيقة ظهر من تصف النهار وثلاثين دقيقة سالة العسر في الساعة الثالثة واربعة وخمسين دقيقة سالة المغرب في الساعة السادسة وستة وثلاثين دقيقة وسالة العشاء بإذن الله في الساعة الثامنة ودقيقة شكرا على حسن وتابع الاتمام وبداية أسبوع موافقة الجميع